دشن اتحاد القبائل العربية مؤتمره الأولى في مدينة السيسي في سيناء بحضور عدد كبير من شيوخ القبائل العربية من أنحاء الجمهورية فاللان عن سياسيين وأعلميين ورياضيين ورموز مجتمعية حيث جرى اختيار رئيس عبدالفتح السيسي رئيساً أشرفياً للاتحاد كما جرى الاتفاق على اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء رئيساً لاتحاد القبائل العربية وأكد البيان التأسيسي للاتحاد أن الفترة المقبلة تشهد تطورات وسيناريوهات متعددة وهو أمر يستوجب يقظات الجميع لمواجهة التحديات التي توجه الوطن وتأكيداً على الدور التاريخي الذي تلعبه القبائل في مسيرة الوطن ودعم مؤسساته نعلن من هنا من أرض سيناء الغالية تأسيس اتحاد القبائل العربية نحتفل هذا العام بعياد 25 إبريل والعام الماضي فقط ولكن أعوام الماضية حرمنا كأبناء سيناء من إقامة احتفلات نتيجة الإرهاب الأسود